عقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول التعليم الأساسي وكدر المعلم وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري ضمن نقاشات الحوار الوطني تناولت الورشة عدة محاور منها المستهدف من العملية التعليمية وتحديات التعليم في مصر بالإضافة إلى متطلبات تطوير التعليم والمقترحات لحل أزمة تمويل التعليم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة مع مناقشة سبول سد عجز المعلمين وتأهيلهم ورفع قدراتهم وقد أوصت الورشة بإجراء حصر لعجز المعلمين من واقع التخصصات مع ضرورة تجريم الدروس الخصوصية بشكل قاطع من خلال تشريع إضافة إلى إنشاء مفوضية التعليم لجمع كل الكيانات والهيئات المختصة بالتعليم إلى جانب ضرورة توفير مصادر تمويل بعيدة عن الموازنات العامة للدولة